التناهم التام للصورة التذكارية بين القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين في دورتها التاسع عشر لكن التحيات المتبادلة والابتسامات العريضة لا تخفي حقيقة أن هذه القمة هي الأكثر انقساماً بشأن قضايا أساسية نوقشت خلال يوميها وأيضاً بين الدول المشاركة فيها كلمات البيان الختمي جاءت فضفاضة حول التمسك باتفاقية باريس للمناخ التي ضربها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصميم بإعلانه انسحاب بلاده منها خلال قمة العام الماضي وهو ما لم يتراجع عنه وقد أشار البيان الختمي إلى هذا الأمر بوضوح أما الكلام عن المشاكل التجارية الحالية وضرورة إصلاح وتحسين منظمة التجارة العالمية فلا يبدو قابلاً للتطبيق في ظل استفحال الخلافات بين أكبر اقتصادات العالم الصيني والأمريكي فيما بدت إدانة الإرهاب والقلق المعلن في البيان الختمي بسبب تداعياته نوعاً من الضرورة الأخلاقية فالدول العشرون الأغنى في العالم تستطيع وقف نزيف العقول والشبان من الدول المتضررة من الإرهاب بالاتفاق على آليات واضحة تقضي على الإرهاب في حواضنه وأبرزها الفقر والتطرف قادة الدول التي تستحوذ على ثلثي تجارة العالمية فضلوا إصدار بيان ختمي للضرورة الدبلوماسية على عكس قمتين عقدتها هذا العام لمجموعة الدول السبع وللمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ألتين لم تصدر عنهما البيانات الختمية الروتينية بسبب الخلافات هذا البيان الختمي صدر بعد لقاءة ثنائية عديدة جرت بالتوازي مع أعمال القمة الرسمية وهو بيان تلا نقاشات طويلة ومرهقة لم تتطرق إلى الخلافات التي تعصف بعلاقات الدول المشاركة سواء مع روسيا على خلفية التصايد في البحر الأسود أو السعودية التي مثلها في القمة وليعادها المتهم بتصفية الصحفي جمال خاشقجي هو بيان الختمي كالصورة الجماعية للذكرى بينما لا يوجد على أرض الواقع ما يدفع المراقبين للتفاؤل بتجاوز أثره حدود أدابيات مجموعة الدول العشرين وذكرى عقادها في بوينوس آيرس